تهب المرأة حياة جديدة للعالم في المقابل تتعرض هي لخطر فقدان حياتها معادلة ظالمة ربما لكنها واقعية في اليمن فالمآسي التي تواجهها المرأة اليمنية كثيرة ومهولة تتدرج من فقدان معيلها إلى تدهور حاد في صحتها فبحسب إحصائية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بين امرأة تموت كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة فيما هناك من تعاني الإصابات والعدوى أو الإعاقة التي يمكن الوقاية منها هذا هو واقع ستة ملايين امرأة ومراهقة في سن الإنجاب في اليمن ليس هذا فحسب وهناك أكثر من مليون امرأة بحاجة ماسة للمال ليس من أجل الرفاهية بل للوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة وفق تحذير أطلقته الدكتورة ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتضم بذلك صوتها إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن لزاكراندي التي راشدت الجهات المانحة إلى تقديم الأموال في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياتهن صندوق الأمم المتحدة للسكان أعلنت طراره إلى إغلاق 175 من أصل 268 منشأة صحية يدعمها حاليا بخدمات الصحة الإنجابية ما يشكل تحديدا مباشرا لأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة يحتجن إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد ومزيد من المساعدة الطبية الصندوق أشار إلى أن عملية شراء الأدوية توقفت بالفعل وتم إغلاق 14 مكانا آمنا وأربع منشآت متخصصة بالصحة النفسية لنساء لتزداد بذلك الخطورة على المرأة التي تحمل ويلات الحرب والظروف السيئة معا